موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في علاقة جديدة برنامجكم شاهد وشواهد ونحن نواصل مشوارنا ولقاءنا مع الأستاذ المحامي سليمان الجبوري ويتحدث لنا عن القضايا التي اتهم بها الفريق الأول الركون سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي قبل عام 2003 قبل احتلال العراق في الحلقات الماضية كنا قد تحدثنا عن الأنفال وقضية حلبشة واليوم يعني سنتحدث ان شاء الله في هذه الحلقة عن قضيتين أيضا تهم بها الفريق الأول الركون سلطان هاشم أحمد هي قضية أحداث ما حصل فيه من أحداث عام 1991 وقضية تشفيف الأهوار دعوني أولا أرحب بظيفي وظيفكم المحامي الأستاذ سليمان الجبوري أهلا ومرحبا بكم دكتور حياكم الله حياكم الله في يعني بعد الأحكام التي صدرت في قضية الأنفال وقضية حلبشة وكانت أحكام مثلما وصفتها أحكام مجحفة باطلة غير حقيقية محاكمة محاكمة للجيش العراقي للمؤسسة العسكرية لشرف الجندية العراقية نعم الآن استمرت القضية وأحيلة يعني مرة أخرى إلى قضية عام 1991 أحداث التي يعني تزاملت مع دخول العراق إلى الكويت والخروج من الكويت وما حصل بعد خروج العراق من الكويت من أحداث في كافة المحافظات ما هي هذه القضية بالنسبة للفريق الأول سلطان هاشم أحمد لم يكن وزير للدفاع لم يكن ما الذي تهم به في هذه القضية كيف رتبت هذه القضية باتجاه أيضا نعم طبعا وحضرتك أيضا كنت المحامي عنه نعم نعم هو من بداية المحاكمات حتى نهايتها يعني نعم حتى حل المحكمة هذا ما تطرقت إليه في بداية حديثي في الحلقات الماضية نعم يعني تداعيات أحداث الكويت وانسحاب الجيش العراقي وتعرضه إلى مجزرة كبيرة مجزرة شارع الموت ومجزرة الدبابات قبل ما تحصل عملية الانسحاب كان هناك استعدادات من القيادة العراقية للتصدي للعدوان الأمريكي نعم ففي وقتها كان الفريق أول الركن السلطان هاشم أحمد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات ما دمنا قد جئنا على هذه أستاذ سليمان وعذر للمقاطعة قبل هذه القضية وقبل مجزرة شارع الموت واستهداف الجيش العراقي من قبل الطائرات الأمريكية بعد الانسحاب من الكويت كانت هناك خيمة صفوان أليس كذلك نعم وكان فريق سلطان هاشم هو من مثل العراق ومثله في تلك المفاوضات التي تم الاتفاق عليه عن انسحاب العراق ويدوه من دون التعرض له ماذا جرى في تلك الفترة وأكيد حدثك عن تلك الفترة هذا واقع اتفاقية خيمة صفوان لاحق لما جرى بعد وقف اطلاق النار والغوغاء نعم اريد اتحدث عن موضوع هذه بعدها الغوغاء يعني خلال فترة الانسحاب نعم القوات العراقية من الكويت نعم تعرضت الى استهداف من قبل القوات الايرانية وعملاء النظام الايراني نعم اتفاقية خيمة صفوان اثيرة حولها لغط كثير وسائل الاعلام والاعلام المعادي والاحزاب المعادية وما يسمى بالمعارضة العراقية على انها اتفاقية العار واتفاقية لو تعرفون ماذا جرى فيها وماذا وقع عليها وهي لم تعدو انا سألت عليها الله ارحمه اتفاقية بين قادة عسكريين يمثلون الجانبين الجانب العراق والجانب الامريكي كان ضمن الوفد رئيس القراس الوفد الفريق سلطان هاشم ومعه سبع ضباط ومترجم عقيد بحري في وقته وذهبوا الى خيم الصفوان اللي هي بجبل سنام ومطار عسكري هناك باتجاه الزبار ضمن نطاق مدينة البصرة وانا ايضا يعني سألت الرجل كان القادة الامريكية شوارسكوف بالضبط الاشار لي هو الرجل طبعا بالمناسبة نعم في كامبوغ روفر نعم الامريكان وفروا مكتبة عامرة بالكتب العربية والانجليزية والفارسية نعم كان هناك ايضا ايرانيين معتقلين لدى الامريكان نعم اكراد معتقلين مثلا علي فاپير كان معتقل لدى الامريكان ابو بكر البغداد كان معتقل لدى الامريكان نعم كانوا ستنا كنا موجودين ونراجع نعم غلط لحضرتك انه هناك يسمون بتكفيريين ويصلون بالمعتقلين كلهم بل الملابس الفرتقالية كانوا يتميزون عن الملابس الصفراء نعم فارجع للموضوع الخيم الصفوان الكتب اللي كانت موجودة يعني ما ما اللفو شوارسكوف نورمانش كارسكوف وخالد بن سلطان اللي كان قائد ما يسمى بالقوات العربية اللي شاركت نعم نعم فكنا يعني اذا احنا نجيب لهم كتب واهاليهم بالزيارات يجيبوا لهم كتب مسموح يعني احنا نتحددين ما هو اللي مسموح لنا بحمله للمعتقلين نعم شكاير وكذا 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 فكانوا يطالعون ويقرؤون وكل شيء صلم يعني عامية في العراق ما المجرم والبريمر قرأوه ما يشاعنهم في وسائل الاعلام عن هذا القائد وذاك القائد ان اغسى صفقة مع الامريكان سلطان هاشم او فلان نضعها امامهم فالرجل يعني اكد موضوع اللقاء اللي جرى بينه وبين شوارسكوف والشكليات الامر الشكلية والامر الموضوعية نعم لم تعدوا شوى يعني مجمل نقاط اتفاقات عسكرية موجز بها من الرئيس لفك الاشتباك بين القوات العراقية والقوات الامريكية والبحث عن حقول للألغام في مصافي النفط وعلى الخليج في الكويت على شواطئ الكويت والاسرى الكويتين والاسرى العراقيين والاسرى الامريكان هذه الامور كلها مثبتة في مذكرات القادة اخرهم الرجل صلاح عبود الفريق صلاح عبود كان حاضر بهذا وعمل كتاب ايضا والقى محاضرة بهذا الخصوص لدي المحضر وثيقة المباحثات من بداية من التحايا حتى انتهاء مع التصريح الصحفي يعني مباشرة بعد خروجه من خيم الصفوان لشوارس كوف نعم زين ايضا هناك وثيقة يعني اتفقوا على انه صوتي يتم تسجيل المباحثات بياناتهم زين وليس هناك شيء مكتوب لا يوجد شيء مكتوب ولا يتفقوا على قضايا سياسية القضايا السياسية تناقش في مجلس الامن وفي الأمم المتحدة هذا ما حصل بإيقاع الحصار الجائر الظالم على العراق فيما بعد وراء فك الاشتباك في خيم الصفوان هذا كل اللي جرى ما جردوهم من أسلحتهم وشوارس كوف في مذكراته قال بأنه الفريق الأول ركن سلطان هاشم لم يقبل أن ينزع رتبته تمسك برتبته واضطر يؤدي له التحية يؤدي له التحية وجودها حتى موثقة بصورة يؤدي له التحية للرجل لأنه رتبته أعلى منه وهو أوجد من الرئيس أنه أنتم من تروحون تتقابلون إذا صفحوكم صفحوهم إذا ما صفحوكم لا صفحوهم إذا ما سلموا عليكم سلموا عليهم وتحملون معاكم كل تاريخ العراق قال عني راحت بكل زهو وكبرياء العراق وشرف العراق وشرف الجيش العراقي زين وندلد ند ما دخلنا قضايا وتفاصيل سياسية السياسة لها أصحابه يعني رجل طارق عزيز كان موجود ومندوبين كان هناك مرافق مترجم لل ديفيد شوارس كوف مرافق كان ضابط متقاعد بالمخابرات الأمريكية وألف كتاب فيما بعد وتحدث عن أيضا مذكراته تكلم العربية يعني تكلم العربية بطلاقة هذا بالثمانينات كان هناك يعني في ظل إدارة ريغان كانت العلاقات خلال الحرب العراقية الإيرانية ممتازة جدا نعم بين العراق وبين الأمريكا فهذا كان يعمل بالسفرة الأمريكية وبالملحقية العسكرية وعضو ارتباط بين الإدارة الأمريكية كقوات عسكرية وبين الإدارة العراقية القيادة العراقية كقوات عراقية مسلحة واركان فيعرف القائد العسكريين يعرف سلطان هاشم ويحكي بمذكراته وكان معجب بيه ويحبه ويقول أن الحمد لله أنه هذا الرجل يعني اطمأنيت عندما شفته أنه ما أصابه أذى لأنه كان إنسان محترم قال أنا ما بس أعرف أولو أعرف عدة قادة أسكريين تعاملنا معهم لأنه كان هناك تعاون بيننا وبين العراقيين هذا كان موجود يترجم ووضوع أشار يعني أنه سلطان هاشم تعاوم معنا القصد من التعاون أخذ بمعنى آخر التعاون بالخيم الصفوان حصل والتعاون خلال الاعتقال أنه قدم سؤل عن أسلحة الدمار الشامل سؤل عن الصواريخ سؤل عن حال وحالة لكل يسئلوهم كل يسئلوهم من القادة وجاءوا بشكل واضح وصريح كان الرجل يعني يتمتع باسم ذاقية عالية سلطان هاشم رجل متطابق مع نفسه قبل كل شيء مع الله ومع الناس ومع نفسه وحتى في وسيطة اللي حضرتك سنتكلم عنها قال لما أكذب طوال حياتي نعم العسكرية والله الكثير فيها الوصيح أجب يعني الكثير اللي يجب أنه صلى الله تضعوا عليه إن شاء الله فهذا اللي تم يعني في خيم الصفوان وكبروه تعرف الأعداء حاولون يجرون الحقائق ويشوفون التاريخ كثير يعني إشاعات ودعايات لكن الآن أنا حقيقة بعد ما يعني هذا اللقاء وأثناء الإعداد لهذه الحلقات عن المرحوم سلطان هاشم في النية يعني يعني إصدار كتاب عن سلطان هاشم بكل هاي القضايا الأربعة يستحق إن شاء الله وأبرر مقوف ومقوف رفاقه من القادة العسكريين على الأقل يعني مادة كبيرة نعم ممكن أن أتحدث بها وموثقة أكيد في قضيات الأنفال وما جرى في الأنفال من الجانب التاريخي والتاريخ السياسي والقانوني كلها متاحة وموجودة هاي الوثائق والملافات إن شاء الله إن شاء الله وب يعني أقوالهم بس تكون وثيقة للتاريخ ومشهادة هم بأقوالهم ناس محترمين تعملين على نفسهم بدأوا من ضباط كلها عسكرية ونهوا حياتهم بشرف ويعني نعم هذا اللي واحد يعني يجب أن يوثقه للتاريخ للأجيال القادمة حتى نحن نكتب تاريخنا نكتبه بحادية وبإنصاف موضوعية وبدون يعني نقول هذا أبيض وهذا أسود وهذا الصح وهذا خطأ ولكن كل نظام أخطاء وخطايا كل الأنظمة بالعالم نعم بالعودة إلى أحداث 91 الأمن نعم هذه الأحداث لماذا اتهم بها وكيف تم الاتهام ما هو ملف ما هو شكل الاتهام اللي يوجه للفريق الركن سلطان آشم رحمه الله الرجل كان معاون رئيس أركان الجيش للعمليات والمرحوم هي متى متى بدأت القضية يعني قضية بواحدة وعشرين ثمانية 2007 بدأت بدأت المحاكم نعم الأحكام يعني أنا أحشي لك هاته أسبق الأمر بواحدة وطاعش الفين وثمانية وحكم خمسة وطاعش سنة قام الأحكام أخذت واحدة وعشرين ثمانية 2007 بدأت نعم واحدة وطناعش الفين وثمانية حوالي سنة وشهرين نعم هي أحيانا يعني بين تسع تشر عشر تشر القوايا يعني سنة وربعة سنة نعم 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 فأرسل إلى البصرة اسموها أرتال نعم فهو العمليات كانت محافظات كثيرة قد سقطت بيد هؤلاء بالضبط فالعمليات العمليات بالأرئيس أركان الجيش معول عليها يعني هناك مثلا معاونة أركان الجيش معاونة أركان الجيش للإدارة معاونة أركان الجيش للميرض نعم الأهم الإدارية معاونة أركان الجيش للإدارة لكن العمليات مهمتها كلش حساسة ويطلع على كل ما يجري من هو كان نصبه معاونة أركان لشؤون العمليات نعم لشؤون العمليات نعم ورئيس الأركان كانت رتب تلواء أم فريق في ذلك الوقت لها فريق فريق نعم نعم وسعدي طعم عدد باس أيضا رحمه الله موجود كان بالبصرة موجودين دين السحبون جماعة الحرس الجمهوري الفرقة المدرعة القاعد الفيلق يعني هذه الفرقة المدرعة هو الفريق إبراهيم عبدالستار الدهان رحمه الله كان متواجد قاعد المنطقة الجنوبية علي حسين المجيد وعبدالستار عبدالغني عبدالغفور وكالله أسرو وضمن هذه التشكيلة حصلت صفحة الخيانة والغدر سحاب القوات العراقية بعد ما خلصوا من القصف وقسم من الجنود ومن الضباط الصدولهم دخلوا إيرانيين أكثر من 65 ضابط مخابرات إيرانية نعم تم تسليمهم من الحكومة الإيرانية فيما بعد العراقيين سلمهم زين و دخلوا معاهم الغوغاء والغوغاء تعرف نحن ما لدينا نقول لغواء لكننا نقول للمسلحين اللي مرتبطين بإيران وبأحجاب وأمير الأهوار وكذا وكذا فاعتداء على مؤسسات دوار الدولة وعلى المواصلات على المنظمات الحجبية على عوالي الرفاق الحجبين يعني تنكيلا وقتل وتمثيل زين فتم تشكيل هذه الأرتال قوة عسكرية نعم باتجاه ناس بالعمارة ناس باتجاه ناس كذا فمنه كان اللي موجود يدير كل هالي العمليات في بغداد القيادة مقر القيادة الفريق هو الركن صابر الدولي فكر الله أشره هو اللي ومعاه الفريق هو الركن عبدالستار معيني رحمه الله ومعاه الفريق هو الركن محمد عبدالقادر عبدالرحمن نعم كانوا يعني خليت عمل هذول الثلاثة الاتصالات مع القادة الميدانيين اللي موجودين في البصرة الأعمارة والناصرية انتهت نعم وأسر نزار الخزر الفريق نزار الخزر وأسر والجرح وطعن ونقل إلى مستشفى الناصرية لكنهم لم يجدوا عليه وتم تحريره من قبل قاعد الرتل هي شام صباح الفخري رحمه الله فريق شام تم انقاذه من قبله وكان يرافقه السيد عزيز الدوري نعم يعني كان لهم دور في تحرير مدينة الأعمار ومدينة الناصرية يعني لم يبقى في الفيلق شوى الفريق آيات خليل زكي رحمه الله والمراسل أو المرافق اللي معاه إلى أن جاءت نجدة فرلا سلطان هاشم الرجل ما لوا دور له ولا القدر العسكريين في أحداث البصرة وميسان اعتبروا هؤلاء المجرمين القتلة اللي قسم منهم سراق قسم منهم هاربين من الخدمة العسكرية وقسم منهم يعني حتى انتهاك محارم صاروا أبطال وحكموا قالت الجيش العراقي بسبب كون أنه تصدעوا لها الرعا أيضا الملف بيعني إفادات مشتكين وإفادة الشهود وكل قضية بها خصوصيتها يعني واضح عندما تدخل في صلب القضية تكتشف الزور زين تكتشف التشويه التضليل لكن هذا لا ينطلع على أحد لماذا يعني أقصوا المحامين وأجهزوا عليهم وأسرعوا بإسقاطهم واحد وراء الآخر بشتى الطرق من تعرضوا أقصواكم للمحامين طبعا أنا لدي الجدافع ما يخليني يفوت على المحكمة آخر شيء أحدهم قال لي يعني أنت محامي وموكل عن مجموعة ومن ضمنهم فريق سلطان ولا يسمح لك بدخول المحكمة لماذا لأن نحن محامين الأصلين ندافع بصدق ونقاء وندافع بمهنية عالية وننتج في عملنا كل الجلسات منعوها عنكم بعد ما خرجوا الأمريكان سلموا الملف للمحكمة قامنا عراقير يعني مثلا نحن نجي بالبوابة الشرط يجي آخرنا بينما المحامين المنتدبين الموظفين في المحكمة لديهم باجات يدخلون أحيانا نستعين بالمحامين المحامين المنتدبين الموظفين في المحكمة هم جملاء وبناتنا علاقة يعني إنسانية بالرغم من أن المواقف يعني أن حسبوا في خانة النظام وفي خانة المحكمة وحسبوا على المحكمة لكن لا يعني ما نستطيع أن نحكم عليهم أو نتخذ موقف سلبي هناك الكثير منهم أخوة وأصدقاء وأخذونا في بيوتهم بعد ما خرجونا الأمريكان حافظوا علينا أنا بالنسبة لي لأن آخر الناس بقيت كانوا يحافظون عليه ويدخلوني بسياراتهم ويطلعوني بسياراتهم القسم من المحامين الموظفين أما القسم الآخر ما أذون أو أسعون لكنه يعني في داخلنا بشيء سواد بس ما يعلنوه نعم لكن أكون أسلها وقفوا معنا نعم وقفوا معنا منهم يعني أنا هذا الشيء ما أريد أن نطعم بهم بكل الأحوال هم جملاء فأنت يعني كثير من جلسات لم تحضرها مو بس أني نعم كثير من جلسات يعني أحيانا قضية الأحزاب الدينية قضية حزب الدعوة جدا خطيرة هذه القضية ما كان بيها الفريق سلطان هاشم لكن كان بيها المرحوم محسن خضر عباس الخفاج اللي أنا كانت محامي مع له كان بيها عبد الحبيد محمود كان بيها سبعاوي كنت محامي عن هؤلاء الناس ما استطعت أنا أدخل بصراحة كنت يعني خارج الجلسات لأنه القاضي موتور حزب الدعوة الحاكم والمالك يعني أنت امتناعت عن الدخول ولا هم منعوك هذه واحد ما لدخول احنا الآليات دخول المحكمة للترافع واحد نعم والتحسب في بعض القضايا من عدم الدخول بكل المحاكمة أنا داخل بيها الأحزاب الدينية بس ممكن للدعاوي وأنا أشرت في لقاء على قناة فضائي بهذا الموضوع نعم لأنه لازم واحد يحسب بالعقل للقضية الخصم منه في هذه القضية الخصم حزب الدعوة قضية حزب الدعوة هي هذه وهو الحاكم وهو الحاكم يعني شغلة خطيرة جدا وموجودين القضاة ومحامين قسم منهم ومدير الإداري للمحكمة اللي حل محل المكتب الارسي الأول الأمريكي اللي كان يودينا ويجيب لو كذا هم دولا اللي تكفلوا بنا حزب الدعوة علني أنا للتاريخ نعم مدير مكتب الارتباط اسمه وتوفى هو القاضح شين الركابي نعم كان موضف وعنده ماجستير بالقانون من حزب الدعوة رجل بس كان إنسان محترم ومؤدب وتعامل وممتاز وفاخر ومجامل قال رغم كل شي اللي حصل لنا بس أنا راح أتصرف معاكم تصرف يعني إنساني في يوم من الأيام قال لي جاي من دومه من مجلس الوزراء أخوي يشتغل مجلس الوزراء قال لي تشتغل ممثل للحزب الدعوة واجهة بنجلة الموصل ممثلنا ونحن ندعمك بكل شي لأنك إنت إنسان نعرفك نحن كلكم نعرفك بواحد وعاد إنسان مستقل أنت ملتزم مهني زين فأني جوابت له أشكرك وممنون لكن أنا عندي ما أخذ على حزب الدعوة حزب الدعوة حزب طائفي قال لي لا ليش طائفي قلت له طائفي كل من يعني طائفة واحدة قال لا البدري هذا اللي أعدم عبد العزيزي البدري قال سني بس بحزب الدعوة يعني على كل هذه واحدة قلت له اثنين المدينة الموصل ما تتقبل الطائفية وأكو مد للمسلحين من عناصر القاعدة كانت مسيطرة القاعدة على الموصل فهذا جدا يعني مستحيل ما ممكن ردت تهرب فقط من عند يعني جاوبت هذا النقطتين وراء أسبوع جاني أيضا أكد علي قال لي شنو رأيك عينك قاضي في مجلس القضاء الأعلى قاضي في مجلس القضاء الأعلى زين وتجير القرارات لصالحنا عندما قرار ضدنا أنت تعمل عكسه علنا والله بياذا شكل نعم نعم قرار لصالحنا تعملوا صالحنا تأكدوا وهذا اللي يحصل للمحاصصات كلهم عندهم ربا وقتلوا احتضر ممنون فآخر شي هو نفسه وقال لي أخي شفونا شرككم وروحوا مريدكم عندنا محامين نحن موظفين روحوا بقينا ثلاثة محامي شاب معنا أرهبو دخلوه بسرداب ويحب حد أن خلوه يعني حتى يفقد يعني أقل لك قام يبشي يصرخ طف شاب يعني عمره خانه في وقرة يمكن 25 سنة إجا ويا المحامي بدي عارف يشتغل وياه كده ما لدي أفكر اسمه والمحامي المرهوم عبدالستار الكبيسي نعم جيد فعبدالستار ستجنه شهر طبعا اسمه شابه قلوا له أنت عضو بلجنة بديوان الرئاسة بمختلف الطرق يعني حاولوا يخصون الجميع بدي عارف لقلوا وشغلوا وصدروا عليهم القضاء فماذا المحامي محامين الرئيس في وقته كلهم اللي استشهد استشهد ومحقين يعني لا ملامة عليهم من اللي يحميهم إذا لا أمريكا نسحبوا أيضا معنا الكل فبقيت أنا يعني خدوا عين بالأخير إلى 2011 أحيانا اللائحة الدفاع أرسله بالبريد الإلكتروني أنطيها المحامي موظف يقراها لتجنب الاصطدام به أنا ما يحميني إلا بس الله يا أخي ما عني كل شيء أنا ما أحد حماني يا أخي بس الله حماني ونعم بالله زين أستاذ سليمان نتوقف في فاصل ونكمل هذا الحديث الشيق والمؤلم في نفس الوقت عن تلك الفترة أعزائي المشاهدين فاصلوا ونعود إليكم أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ألتقيكم في جزء الأخير من هذه الحلقة من حلقتنا في برنامج شاهد وشواهد وضيفنا وضيفكم المحامية الأستاذ سليمان الجبوري أهلا ورحبا بكم أستاذ سليمان قبل الفاصل كنت تحدثني عن تغير الوضع بعد تسليم القوات الأمريكية قوات الاحتلال الأمريكية يعني مسؤولية المحاكمة وكلها للسلطات التي شكلت في ذلك الوقت من من يسمون نفسهم عراقيين كان التعامل معكم وحزب الدعوة هو الحاكم من تعامل مخيف مرعب بالنسبة لكم منعتم عن الدخول حتى سواء أنتم منعتم نفسكم خوفا أو هم منعوكم من الدخول أيضا في تلك الفترة يعني كيف كنت تلتقي مثلا في الفريق الأول سلطان هاشم الحكم اللي صدر عليك مستعسس أنا أيضا قلت لي في قضية أحداث الواحد تسعين وهو يعني ليس له أي علاقة بهذا الموضوع نعم وكان الموضوع كل مرتب لكي يحكموا هؤلاء كل الذين قاتلوا إيران في الحرب العراقية الإيرانية كانت هناك أحكام معدة ضدهم نعم هل هكذا هو الوضح بالضبط نعم يعني نحن من خلال معايشتنا وتجاربنا ووجودنا في المحاكمات على يعني كل القضايا هذا اللي اكتشفنا هل هم اكتشفوا هذه الحالة يعني فريق سلطان كان يعرف أنه لأنه شارك في الحرب العراقية الإيرانية وهذه الاحكام نعم أنا واجهت ومحامين زملاء القاضي العريبي وغير العريبي أنه انتهى الأفعال ما لك خطأ وانثبت وقول شو شو هذا موجودة زين يعني نقول هذا غلط هذا خرق القانون زين هناك ضوابط القاضي الصفات عنده نعم يعني من الناحية القانونية محدد الصفات القاضي من الناحية الشرعية زين ماذا يكون عليه القاضي هو يعرف أنكم لن تستطيعون أن تفعلوا شيء الحكم نحن تحت رحمة أخي العزيز نعم أقول لك بكل صدق عندما كان موجود الرئيس كان هو يدافع عن المحامين وكنا نقوة بوجوده نعم لكن بعد إعدامه انخفضت معنوياتنا وانخفض أدانا زين تقصد في المحكمة كان موجود في المحكمة نعم في داخل المرافعات زين موضوع الآخر اللي أحب أتطرق له يدافع عنكم وهو كان متهم ويدافع عن المحامين نعم ويدافع عن المعتقلين نفسهم اللي معاه يدافع عنهم يقول مالك بشغل بي ما أنتم جايبوا لناس بالقفص ليش أنا صدام حشين أنا رئيس الجمهورية أنا رئيس بيشخة ثورة الآن أنا أتصل وقل ما أنا لا أنا كل وثيقة بتوقيعي بتصريحي يعني مسؤول عنها أنا رئيس جمهورية العراق على هذا الأساس نعم 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 إذا صدرت الأحكام كيف كنت مثل ما سألتك كيف كنت تشوف الفريق سلطان شلون التقيت به في هذه الفترة بعد ما انسحبوا والأمر كامل لمحكمك يعني كانوا قبل عفو قبل الانسحاب كانوا يأخذونا من داخل منطقة الخضراء هاي الوسيلة الثانية بالبداية كنا احنا نروحوا بنفسنا لهم نعم يستقبلونا يم قاعدة عباسو بن فرناس مطار عباسو بن فرناس نعم بعدين يأخذونا من داخل منطقة الخضراء إما بيرت العسكري مصفحات اترافقنا يعني شيارتين من الأمام عسكرية وشيارتين من الخلف من جنود المارينز واحنا نكون مع الشركة الأمريكال ماريشال نعم يعني تقريبا سبع من سيارات يأخذونا دايريكت إلى أبو ريب كروبر أحيانا عمليات المسلحة للمقاومة العراقية قوية جدا بالشارع العامرية وباتجاه المطار وضع ساخن ويتعرضون إلى يعني نحنا كنا نخاف على روحنا أيضا لأننا نضرب مزين المقاومة طورونا يحشب العملاء ركب معهم بدني نعم فيأخذونا الطائرات أحيانا طائرتين بلا كوك يركبونا ويأخذونا إلى طبعا خوض و دروع نعم مزين ونذهب إلى كامبوكرو وراكب العودة أيضا بالطائرة بعد ما سحبوا الأمريكان أبلغونا أن نجي بنفسنا بس عن طريق الحاسبة الإلكترونية أنا أكو حاسبة إلكترونية مع العراقيين جون عراقية كان لواء الذيب لواء 34 أكو حاسبة أخرى يسموها يم عرب شلوب الحلابسة خوش عرب وخوش زلم وكانوا واقفين لكل العراقيين بيوتهم مظايف فاتحها لذوي المعتقلين يأتون قبل اليوم إلى هذه المظايف ويقومون لهم بالواجب حتى في اليوم الثاني يدخلون عبر النقاط التفتيش الأمريكية إلى زيارة الزويم حتى اللي كان عنده معتقل في بوكا يواجهه VTC عن طريق الشاشة الفيزيونية بدلا من أن يذهب إلى بوكا يواجه يعني المرأة الزوجة الأم الأخت الأبناء الآباء إذا أرادوا يواجهون أبناءهم في بوكا من خلال شاشة الفيزيونية فأحنا كنا ندخل لزيارة المعتقلين خارجيا عن طريق هذا المكان الحاسبة الإلكترونية في طريقة يعني أنا كاتب مقالة بيها طريقة مذلة مشينة يعني شرفنا العراقيات خاءاتنا بهذا الاتجاه وأحنا بهذا الاتجاه يعني بموازات بعضنا وقوفا وينادون مترجمين وأحد جنود المارينز ثلاثة إلى أربعة مسلطين عليهم أسلحتنا مسلطين علينا أسلحتهم ويقول تقدم قف انزع ملابسك شاكية مالك افتح القبيس مالك إلى الخلف انحني الأمام انحني أوراقك إذا وجدوا قلم قلم أو موبايل يمنعوك من الزيارة تمنع من الزيارة يعني عقوبة وحتى ما بس المحامين احنا المحامين آخر ناس يخلونا ما نقدر نحشي قدام الناس نقولوا احنا محامين نقف مع الناس حشروا مع الناس يعيد إلى أن ندخل فهناك خيمة بعد ما ندخل الشيك بوينت الأولى خيمة يدخلون فيها أمريكان لا يبقى شيء على جسدنا إلا ويفتش في كل مكان من المفارقات البرحوم الدكتور عبدالسل تاركوبيسي كنا أنا هو فقط هو بيته بالعامرية وعائلته كانت في سوريا فكنا أرافقه مع بعضنا كان وكيل عن عدد من المحتقلين هو وكيل عن سمير عبدالعزيز النجم طلب منه مقراوة أوافر سمير عبدالعزيز النجم لقص أوافره نعم فأخذ هذه المقراوة ووضعها بأسفل تحت الجورة بأسفل قدمه نعم دخلنا تشفوه فارفع قدمك ساقك مسح القدم وإذن يجد المقراوة الأوافر عنفوه وزجروه وقالوا له أنت محروم من الزيارة أعطاني الأوراق وأعطاني الرسائل وأعطاني البريد نحن عدنا يعني ملفات نتناقش فيما مع المحتقلين بيها ما يخصهم بالمحكمة ورسائل عوائلهم نعم فرجع ودخلت لواحد عوائلهم ما كانت تزورهم ما يسمحون لعوائلهم بزيارتهم فيها كامبو جروبر يسمحون مع عوائلهم يعني كانت عائلة الفريق سلطان تزوره في جروبر لا يعني هناك مثلا طارق سلطان هاشم آخرين الرئيس كذا ما كان يزورهم بس قسم يزورهم ما مسموح لهم مسموح الكل مسموح لهم وكانوا يقدمون هدايا طريقة سلطان هاشم ما مسموح لهم لا مسموح لهم ما قلت لك ما مسموح لهم ما ي عائلته ما يجي ما حد يجي عائلته بسوريا كانوا نعم ومهددين وضعه محساس ومعقد جدا نعم أنا كنت إذن هو من اعتقاله إلى وفاته لم يلتقي بعد دكتور أحكي لك شغلة أنا بالنسبة إلي يعني بلا مباهات بلا فخر كنت ابن وأخ إله أكيد هو يحبني ويعتز بي كنا نتغدسه يجيب الأكل ما ابتوا وياه يصادف أنه المواجهة وقت الغداء فيجيب الأكل وياه وينصب غداء وياه غدايا نتغدسه عنه نبقى ساعات هناك معتقلين كانوا يريدون لهم يعني الأسبقية بيطلب المواجهة هو ما كان يحشي يقول تواجهني أو ما تواجهني بأي وقت تريد يعني بالتسلسل ما يفضل نفسه على أحد يعني أريدك أول واحد أو ثاني واحد كنا نلتقي يعني كل واحد من المحامين نلتقينا ثلاثة أربعة خمسة ندخل الصباح هاي آخر شي ندخل صباحا نطلع مساء مع المساء نعم إحدى المرات يعني أنا مخابرني يمكن نفد عشر مرات وكلها موثقة عندي بالصوت ففي إحدى المرات طلب مني ملابس هو يرتدي الغطرة والإشماق العقال العربي الدجداشة الدجداشة وهي الزبون يسمون نعم يعني صد وردي نعم فما كان مسموح أن نجلب يعني معانا هذه الدجداشة والإشبون ولا كان يزوروا أحد ما يقبلوا الأمريكان ما ما يقبلوا الله لا لا الأمريكان كانوا يقدمون لعوائل المعتقلين وأبنائهم حلوة وهدايا أشكال هدايا يقدمونهم وللمعتقلين نفسهم كانوا يقدمونهم سيجاير روثمان وغريفن وملابس ينطوهم وملابس داخلية وكثير أمور ينطوهم هاي فيما بعد نعم خاصة يعني وراء ما اعتقل الرئيس يعني 2004 نقول نحن أنا بسبل يحشلك عن 2006 يعني هذه الفترة كانت كلش ممتازة بالنسبة لهم كانوا يزرعون يعني كان يجيب لي طماطع زين اخيار في الليفلة في الفل الأخضر نعم مزرع عندهم يجيبون حبوبه يزرعون نعم يعني تعاملهم الأمريكان وياهم اختلف نعم حقيقة الأمريكان أخذوا كل ما أراده لم يكتشف أن هناك أسلحة دمار شامل الكل أجمع والمسؤولين أنه ماكو أسلحة دمار شامل زين ماكو علاقة مع القائدة ما فاطمأنه زين الرئيس في مكان عند الأمريكان في أمان فصار التعامل الإنساني وكان صليب أحمر وكان كذا بأفضل مئة مرة من العراقيين ولا السبب كانوا يريدون يظلون عندنا الأمريكان وإحنا كنا نريد يظلون عندنا الأمريكان وإحنا كنا نريد الحماية الأمريكية تستمر معنا حتى ندين صلتنا بهم هذه القضية نحن مو محبا من الأمريكان ولا أعداء بس أبناء جلدتنا زين وإخواننا في الوطن كانوا أعداء مننا أكثر أعداء من الأمريكان نعم يعني أرجع لك وأقول أنه على قضية الدجداشة اللي طلبها فطلب الدجداشة أنا قلت لهم الأهل رايده الدجداشة وكذا فعملوا له الدجداشة حتى مسجلة عندي قلت له يعرفون حجمك وقياسك وكذا بصمة صوتية من خابرني أمراك الدجداشة أنا مثبتة للتاريخ على طرفة هي يعني جبت له الدجداشة لبستها شون أدخلها من جيد فتت ذلك ما نسألتك ما يسمحون هم ما يسمحون يقل لك جيب مثلك مثلا كذا كذا موجود عندي أنا ممكن يعني حتى زودك بها فيما بعد كوثيقة شنو المسموح للمحامي أن يجلبه وياه نعم محدد فهذه ما مسموحة فما مسموحة لبست الدجداشة وطبيت فوق هدومك فوق هدومي وبيضا تفتيش زين هذا الموذيل المهين ودخلنا بالخيمة على اليمين تفتيش كذا قال لي شنو هذا متلابس بيطلوا والله أنا بالنسبة لي لبست هاري دجاجة تمويه لأن أنا مستهدف ومحامي وكذا 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 حشيت لم القضية معهم مترجم اقتنعوا بالكلام دخلت طبعا أكو تشيك بوينت آخر بصمات العين يعني أنا ما كنت أسمع بيها بس شفت بصمات العين داخل هاي بالحاسب الإلكترونية نعم يمعرب تشلوب نعم الحلابسة تجي تاخدنا يجونا يخذونا بسيارة ويدخلونا ثلث ساعة خلال ذهابنا يا ابنك كنت أشوف كنت أشوف تلال عشرات التلال من الأتربة يتم يعني وبدل داخل سيارات كبيرة شاحنات محملة بالهاية الأتربة وتصب في هذه التلال وهناك تراب يصبون على هذه التلال أنا راح لكي القضية هذه للرأي العام العراقي يعني حتى تربتنا سرقوها يبدو أن هذه التربة بها شي بها فلسفات أو بها مواد معدنية يعني كانت تجي طائرات عملاقة نعم توربينات سحب نعم يعني صهريج داخل الطائرة طائرة صهريج نعم ويسحبون ويدخلون تربة تربة نعم زين يعني أنا شوف على مد البصر هاي بالأخير ماكو تكميم نعم تضليل عادي داخل تعثوت عليها مرأسا داخل لهذا وفجدا دخلت عدهم زين فعلى مد البصر أشوف أربعين خمسين ستين سيارة عد زين هاي تجي محملة قلابات لوريات الصب على هادي تلول وطائرات طاربيات عملاقة تسحب بالتربة لداخل الطائرات فدخلت والتقيت بالفريق سلطان الله يرحمه ونزاعت انتجتها شيخ قلت له والله ما حفظ يجي في السالفة بعد رجال دمث الأخلاق طيب كان يفرح بي ايه والله ويتحدث شون مختلفة عن أهله وعن أخوته وعن عائلته وعن الموصل وعن كل الأوضاع التاقش ومور مختلفة يسألك كان عن العراقيين جديسي ولا هو كان يعرف من خلالنا اخي العزيز من خلالنا احنا كنا يعني يسألك مثلا عن المقاومة الدي حصل الناس دي قاومون الامريكا كل شيء كل شيء كانوا يعرفون يصلهم ما حكي لك يبي دقة يعني على وجه الدقة حتى لو ما كنا نتحدثوا ياهم يمكن أكثر من القراء يعني أنا كنت يوم بيوم أسحب لهم الأخبار من شدة المواقع العراقية والعربية زيان أنقلميها على ورق وأقدم لميها كان هناك تفتيش يتم تشيك من قبل المترجم يكتب عليها أوكي موجود عندي الآن أنا كثير من الوثائق مكتوب عليها أوكي وصح وتاريخ وكمبوغروبر زيان إذا تبادلنا الرسائل بادلنا مثلا صور مختومة هذه لكن أمورهم أحيانا مثلا ينزعجون منها الأمريكان فأيش تصطر أيش تعمل أن هذه الوفاية مثل يش ينزعجون منها أخبار ما يريدوها عن المقاومة مثلا سألتني عن المقاومة هل تصلم أخبار المقاومة نعم تصلم هذه مثلا قضية الأهوار أوراق قضية الأهوار مطلوب أن تسلم لكل متهم من قضية الأهوار نطبع على الصفحة الثانية البيضاء الأخبار ونسلمها عندما تقرأ من قبل المترجم لا ينتبه إلى ما خلفها وملفات كثيرة يعني عشرات الصفحات وكان يدولوها بعناتهم ويقرون فكننا نضعم بصورة بكل شيء طيب صدر الحكم بـ 15 سنة على الفريق الركن سلطان هاشم في قضية أحداث العام 91 نعم في البصرة والأعمارة في البصرة والأعمارة هذه قضية أحداث 21 عملت إشكالية مع المحكمة وحساسية فأنا طلبت من القاضي محمد العريبي قلت له خلي نتفق ونتفهم والإدعاء العام موجود هناك من يسميها الغوغا وصفحة الخيانة والغدر وهناك من الجانب الآخر من يسويها انتفاضة شعبانية لا انتفاضة شعبانية ولا خيانة وغدر أحداث عام 91 نعم خلينا الشيء بكل مخاطباتنا وأدبياتنا ومناقشاتنا نتحدث ب أحداث عام 91 طبعا من القصص الطريفة أحداث عام 91 بيها ناس مشتكين جايين طالبين بحقوقهم أو مدعين بالحق الشخصي لأبنائهم اللي لحق بهم هذا أو سجنهم هم نفسهم عندها أحداث عام 91 دخلوا إلى مقرات القصور الرئاسية موجودة بكل مكان بالعراق نعم فداخلين بالقصور مع البصرة وشارقين السيارة مع الرئيس والكرسي نعم فتم تشكيل لجنة تحقيقية لغرض التحقق من هذا الموضوع وعي حاتمة المحاكمة صاروا أبطال قلت لقاضي أستاذ محمد عريبي قلت لكل دول العالم أكو معارضة وأكو قوة مناوعة لنظامه لنفترض يعني جدلا أنه هذا موجودة هي موجودة المعارضة العراقية أحزاب إذا كان مهما كانت آئلة أحزاب لكن هل هذول السراق مو هذول السراق يشوفهم صورة المعارضة العراقية نعم أنا مقدر أقوله بين هلالين المعارضة العراقية لكنه يعني أحد اللوائحي هذا أقراها بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي بآية الكريمة ها أنتم هؤلاء تجادلون عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادلوا الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلة فرأسا فتح عيونه قال عيد عيد الشيء ايش تقصدك بأل هذه كلمة مثل هذه تتناول الكل أي واحد يدفع عن الباطل زيين الله رح يحاسبه على المحامين على القضاءات على الديع العام زيين فموضوع أحداث عام 91 بي أيضا مشابه تقريبا لموضوع الأمثال من حيث عدم دقة وصحة فبركة الأحداث بالضبط المشتكين وشهود بفبركة زيين يعني واضحة قضية من القضايا بيها فيديو ويعيدوه أكثر من قضايا يعيدوه بالأحداث كان يعني ما قبل الأحداث فيها صارت بس عرضوها بالأحداث هذه القضية بيها قطع علسن وقطع رؤوس مركز فدائي صدام جمعوا أهل المنطقة وقطعوا رؤوس جمعوا قسم قصة وعلسنتهم هذول يجوا أنا أعرف القضية بتفصيلة يعني مثبتة بالوثائق نعم القصة الحقيقية جايين يشتكون على أنهم هذول اللي يسمونهم الغواء والغذر الخيانة والمسلحين المجرمين صاروا مقاتبين ضد النظام مناوعين ومعارضين يعني هذول اللي جمعت رفحة وما رفحة واللي يقومون رواتب يقومون حقوق الشعب العراقي هذا صار بطل نعم من وجهة نظر المحكمة المسيسة من هالطائفية العنصرية شيء يعني راح يثبت أنا راح أتناول إذا الله أنطعني عمر إن شاء الله كل قضية على حدة أتناولها الجوانب السياسية والجوانب القانونية وأبين كل الأخطاء اللي حصلت وكل المثالب وكل الظلم اللي لأحق طيب الفريق سلطان تلقي خبر يعني حكم هذا الـ 15 سنة شفت بعدها أنا إلى حد 2000 وداعش أنا معاه إلى حد 2000 وداعش أنا انقطعت إذن الحكم يعني كنت أنت حاضر في هذا في يوم مصدر الحكم يوم وعلى 28 أنا حاضر والـ 91 حاضر أنا نعم شون كان وقع هذا يعني الحكم هو قبله سبق قضية الأنفال الحكم عليه بالإعدام هيه أكثر جسمة وخطورة عليها يعني في إخضان حياته لكنه التداعيات أنا ما حكيت لك عن كيف هل كان يرده يسأله رد في المحكمة يقول أنا كماعها اتموني لا أنا متطابق قال له أنت كنت قاضي تحقيق المحمد العريبي والآن انت معانا بعدة قضايا قضية الأنفال وقضية حلبتشا زين وقضية أحداث عام 91 عرفت كل واحد بنا اشقد يركو اشقد يحشي واجقد مدام أصداقيته دق قمالته ويثرد في جنب الصحد لو يحشي هذا قال له أنا رجال ما رح أستطيع أن أتحدث بغير هذا يعني هذا العريبي اللي تكلم عنه كان قاضي تحقيقه بعدين صار القاضي وهذا من الجريمة هذه طبعا هذه ما يجوز أخي ما بس هو محمود صالح لحسن القاضي كان قاضي تحقيق مدعين عامين يعني خصوم يعني هو خصوم ماكو قضات وكلهم مكون واحد هذا اللي حصل أخي كل هذا مثبت عندي في كتابي الأول طيب المحكمة ما تقول لهم هذا ما يصير كذا ما يردون عليكم لا يا رب يقول لك أستاذ عندك شي ثبت باللائحة الدفاع مع لتك بآخر الأقوال خليه موكلك يحشي وانت ثبت أقوالك ونحن لا انت بتيها عنا عدنا دفوع شكلية قبل من نتخلوا دفوع الموضوعية يقول لك يعني لا تظهرون إليها أبدا يقول لك وبعدين القرارات كلها إذا أسعت أحصلك إياها أكثر من نقول اللي مؤكدة بيها بالمئة أكثر من 15 قضية كلها بالاتفاق يعني مو بالأغلبية ماكو واحد مخالف الكل تفقين على رأي واحد حتى التمييز طيب انت شايف من قاضي تحقيق منير حداد يصير عضو بالتمييز يعني يتناولك يبسلمك بالتحقيق عند رأي ضدك محققوا إياك وبالتمييز يصدق على قرارك وأغلب القضاة يعني ليسوا بقضاة وإنما محامين ومحامين مبتدئين أو ألفاء القانوني يعني ما يعرفون ولا عندهم خبرة قانونية على نوع القضاة نعم اختجاوزة لكل الشروط مع التعيين القضاة والمعهد القضاة وإشراف القضاء والمعهد القضاء كل هذه عنون خاص ستناي أستاذ سليمون ووقت هذا الحلقة قد انتهى أشكرك شكرا جزيلا في الحلقة القادمة سنتكلم عن قضية الأهوار تشفيف الأهوار التي أيضا نال فيها الفريق أول وركون سلطان هاشم حكما جائرا أيضا استكلم إن شاء الله عن وصيتي التي تحدثت عنها كثيرا في سبعين ورقة واخر لقاءاتك معها إن شاء الله إن شاء الله أعزائي المشاهدين سألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستكمل هذه المواضيع مشوارنا لم ينتهي بعد إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم